اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم ينتبه لمروره بقربها هذا المقطع من المصدر ذاته مثل الذي سبقها وقد تم تصويره ليلة 28 من شهر يوليوز من سنة 2011 وتعود أطور الواقعة لسماعه أصوات من المجاري القريبة من بيتها وهو ما دفعه لمحاولة دخولها حاملاً الكاميرا الخاصة بها أثناء تسليته الظواء على مناطق مختلفة من المجاري انتهى به الأمر لتوجيه الظواء لما يشبه وجه وحش بعينين مضيتين نظيرتين إليها مضطره إلى الخروج مسرعاً منقناً حياتها مما كان من الممكن أن يكون آخر أيام حياتها الوحش الرمادي هذا المقطع من تصوير شاب اسمه ثوركوتا والذي يزعم نجاحه في تصوير وحش رمادي متجول بالقرب من فتحة مجاري قريبة كان الشاب يحول أعداد مقطع حول الصيدة قبل أن يبدأ بسمعه أصوات قريبة صادرة من المجاري القريبة مضطره للاتجاه نحوها وباقترابه ليسأكد مما حدث انتهى به المطاف لرؤية وحش متجه للدخول عبر فتحة المجاري المفتوحة أثناء تحدث الشابع ما حصل لغرج الوحش من جديد غير أن ثوركوتا لم يستطع أن يصورها بعد أن أدى به الفزع للضغط على زر إيقاف تشغيل دون أن ينتبه هذا المقطع صورته مجموعة من الاصدقاء الذين قرروا اكتشاف شبكة مجاري معقدة أثناء تسلتهم الضوء على المصاري الذي اتخذوها انتهى به الأمر إلى إضاءة ما يعتقد أنه وحش نجبرهم على تغيير اتجاههم ومحاولة النجاة بأرواحهم ماذا عنكم؟ هل تشكون أن المجاري القريبة منكم تستضف وحشا قد يأتي بحثا عنكم يوما ما؟ شاركونا جوبتكم في تعليقتي أسفل الفيديو ولا تنسوا تسجيل يعجبكم والاتحاق بقناتنا لمزيدا من الفيديوهات المنوعة اشتركوا في القناة